جمعة اليوم أثبتت إذا كان لازم من إثبات جديد أثبتت أن هذا الشعب لن يعود أبدا إلى الحضيرة لن يعود أبدا إلى القهر لن يعود أبدا إلى حكم الفشل والرداء الشعب مش مستعد تحت أي ظرف واليوم الناس رفعوا شعارات قوية ضد الإعلام البائس ضد القنوات أنت عشت حب شكارها شعب فاهم وراه عمق الكارثة إنها تكمن في جنرالات استولوا على السلطة بغير حق ويريدون أن يستمر حكم العسكر لدام 57 سنة وبين دجالين لهم داخل القنوات داخل الجرائب داخل المواقع ودجالين آخرين يصعدون المنابر بسم الله كل هذا الشعب فهمه وكل هذا الشعب رأي يتعامل معاه فأنا أنصح شنغريحة وجنرالاتو وتبون ومن معه حتى وأنه حمل حتى وإن جمع حول كل بائس وبائس اليوم فيما يسمى بهذه الحكومة أنصحهم أن يراجعوا جيدا سياسة البلطجة الخداع المكر أكثر من عشرة أشهر وقايد صالح يريد أن يخادع رحل وباقي الشعب كلنا سنرحل وسيبقى الوطن والشعب كلنا سنرحل وسنلقى الذي لا يظلم عنده أحد ويبقى الوطن وتبقى الأعمال ويبقى التاريخ هذا الشعب يثبت أنه شعب راقي عندما يجتمع الشعب جزائري نهار الجمعة هو شعب آخر الشعب جزائري نهار الثلاثة ونهار الجمعة هو شعب آخر لماذا؟ مرس أني واحد قال لي لماذا؟ مش كيف كيف قطلوا لي أنه يوم الجمعة يشعر أنه حر وأنه في طريق الحرية الأيام الأخرى يعود إلى العبودية حينما يعود إلى العبودية يشعرها داخله فيتصرف أحيانا كالوحش وحينما يشعر بالحرية فيتصرف كما يتصرف أرقى الناس وأرقى الأمم ولذلك نريد أن تكون كل أيام الأسبوع جمعة لأن فيها بإذن الله سيكون النصر العظيم أقول لجنرالات البلاد مرة أخرى المخاطر في ليبيا حقيقية لكن لا تغتنموها فرصة لكي تقولوا هاها عدو الخارجي بل هيك الحراك رك مدة العدو في الداخل عذروا الشعب روفا مليح أني أعرف أن هناك من ينصحكم بأن تحولوا المخاطر القادمة من ليبيا إلى فرصة أنا أعرف ذلك أعرف أن هناك من نصحكم ومن كتب لكم ومن بين الريكمونداسيون اللي كتبوها لكم ولو لأني استحفظت على هذا النص لنشرته أمامكم من بينها وآخرها هو أن تحولوا ما يجري في ليبيا على أساس أن العدو الخارجي يجاي هناك وبالتالي نجتمع جميعا في مواجهة العدو الخارجي بمعنى الرميك انتع 63 تعوش درب من بلا وبومدين عندما قال هاو العدو الخارجي يجاي من عند الحسن الثاني نحن الآن في 2020 مش حتى في 2019 نحن الآن في 2020 هذا الشعب هذا الزمن هذا المكان ما وش الستينات ولا السبعينات ولا الثمانينات ولا تسعينات نحن في شعب في زمن القرية الواحدة في زمن سمارتفون هاني بتليفون واحد حتى الثاني هاو ما مشاش هاني أصل الآن هاو أمامي 48 ألف يتابع المباشر في اليوتيوب وحده وغدا تكون هذا الفيديو شافها مع منتصف النهار يكونوا شافوها 300 ألف أو قليل القل أو يزيدون قليل أو ينقصون قليلا ومع الفيسبوك في العادة بعد أقل من 24 ساعة يكونوا شافوني نص مليون هذا على اللي شافوا هما مباشر خلاف اللي يشوفوا جماعة وما أنا إلا مثل بسيط إذن نحن في عالم آخر عليكم أن تفهموه هو عالم الأنترنت وعالم سمارتفون وعالم القرية الواحدة وعالم هذا الشباب ليس هو ذاك الشباب هذا ليس إيدانا لشباب الستينات أو السبعينات إنما كانت هناك ظروف واليوم الظروف تغييرات اليوم الشاب ملي 15-16-17 سنة يلعب بالكمبيوتر لعب اللي ربما مليه 40-45 ما يعرفش يتعامل معاه أو يتعامل معاه في حدود ضيقة مليه الستين مليه السبعين أصلاً ما يعرفش يفتحوا شفتوا كفلاش العالم تغير هذا السبيل المثال واحد واليوم العالم في نهاية المطاف هو ديجيتل هو العالم الرقمي هو المعلومة اللي تطير مع الضوء الآن المعلومة هي سرعة الضوء أنا أتحدث إليكم الآن تقريباً بسرعة الضوء مش تقريباً بسرعة الضوء اللي هي 300 ألف كرامتر الثانية هذه الحقيقة إذا ما فهموش هذه وساهموا في بناء الدولة المدنية فإن الدولة المدنية ستبنى بكم أو بدونكم أو ضدكم وأنا هنا ألتمس المقولة اللي قالها محمد بوظياف قبل 66 سنة حينما قال لبعض زملاء حينما تخاصموا قالها للمركزيين وللمصاليين في نهاية 53 أو بداية 54 قالهم الثورة ستقوم بكم أو بدونكم أو إذا لازم الأمر ضدكم نحن نقول هل لكم يوم أيضاً الدولة المدنية يا جنرال لا تسمعوا جيداً الدولة المدنية ستقوم بكم ونحن نرجو ذلك ونتمناه أو بدونكم أو إذا لازم الأمر ضدكم وضدكم تعني الكثير حيا الله حرار البلاد في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته